أكثر من 200 ألف طير دجاج أعدمت في محافظة بابل من قبل فرق البيطرة بعد تأكدها من انتشار فيروس إنفلونزا الطيور في حقول شركة الفيحاء لإنتاج بيض المائدة تعرضت الشركة إلى إصابة بمرض إنفلونزا الطيور كان عدد القطيع الموجود في كل الحقول للشركة 209-1048 وتم إتلاف كل هذا القطيع مجير شركة الفيحاء أكد كذلك أن حجم الخسائر التي خلفتها إصابة الطيور بفيروس الإنفلونزا بلغ 6 مليارات دينار وطالب الحكومة في بغداد بالإسراع في صرف التعويضات ورواتب العمال الذين توقفوا عن العمل المستشفى البيطري في المحافظة أكد بدوره إغلاق الشركة وإقامة حجر على جميع حقولها بعد مكافحة الطيور المصابة تم غلق هذه الشركة والحجر عن جميع الحقول وتم مكافحة هذه الطيور وفق الطرق العلمية الموجودة وكذلك أخذت دائرة بيزون مسافة 3 كيلومتر شعاعي من مركز هذه الشركة وتم منع الدخول وخروج الأشخاص والطيور وكافة الحيوانات إلى هذه المنطقة أما مديرية البيئة في المحافظة فقد أشرفت على عملية طمر الطيور المصابة بالإنفلونزا في موقع مناسب تم اختياره من قبلها وقد تم خلال هاليومين متابعة عملية إهلاك الدواجن المصابة وعملية الإشراف على طمر الدواجن الهالكة بحيث أن يكون موقع الطمر ضمن المحددات البيئة وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت مؤخراً عن إصابة حقل لتربية الدواجن مكون من ثمانية قاعات في محافظة بابل بمرض إنفلونزا الطيور وبناء على ذلك منع تسويق الدواجن ومنتجاتها من محافظة بابل إلى المحافظات الأخرى لحين استكمال إجراءات السيطرة على المرض كما فرض حجر على البؤرة المصابة لمدة 90 يوماً وعلى المحافظة لمدة 21 يوماً لمنع انتشار الإصابة إلى المحافظات الأخرى